السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد على قناة Learn English and French with Asma سعيدة جدا بلقائكم متابعي الأعزاء أتمنى أن يلقاكم هذا الدرس بألف الخير اليوم إن شاء الله سوف نكمل مع الدرس السابع من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين إذا كنت تجاهدني لأول مرة فأنصحك أن تجاهد الدروس بالترتيب بدءا من الدرس الأول الذي ستجد رابطه في صندوق الوصف لأن دروس هذه السلسلة مترابطة فيما بينها ولا تنسى عزيزي المشاهد أن تشترك في القناة وتضغط Like إذا أعجبك الدرس لنبدأ على بركة الله المرحلة الأولى من هذا الدرس سوف تكون عبارة عن تذكير بأهم جاء في الدروس السابقة إذا كانت إجابتك صحيحة في هذه المرحلة عزيزي المشاهد فهنيئا لك اعلم أنك مستعد استعدادا قوي للمضي قدما في الدرس السابع أما إذا كانت لديك الكثير من الإجابات الخاطئة فأدعوك عزيزي المشاهد أن تراجع الدروس السابقة لكي تثبت كل العبارات والكلمات التي جاءت فيها كما قلت سابقا فدروس هذه السلسلة مترابطة ومتسلسلة فيما بينها لنبدأ تذكرون من الدرس الماضي كيف أقول يجب علي كيف أقول يجب أن أذهب جدوا باختير باختير فعل غادر يغادر أو ذهب يذهب باختير جدوا باختير يجب أن أنام تذكرون فعل نام ينام أحسنت دوغميغ جدوا دوغميغ يجب علي أن أنام جدوا دوغميغ ردد معي ممتاز يجب أن أتحدث فعل تكلم يتكلم هو باخلي ممتاز جدوا باخلي يجب أن أتحدث يجب أن أكل تذكرون كيف أقول أكل يأكل مانجي جدوا مانجي يجب أن أكل كلمة الآن كيف أقولها باللغة الفرنسية مانتنان مانتنان ردد معي مانتنان الآن قل آسف ولكن ديزولي ثم تكملت الجملة ديزولي كيف أقول آسف ولكن علي الذهاب الآن أدعوك عزيزي المشاهد إلى كتابة هذا الجواب في التعليقات ديزولي مجدوا باختير مانتنان ديزولي مجدوا باختير مانتنان الآن دورك لتردد بصوت المرتفع أحسنت تذكرون في الدرس السابق رأينا صيغتين للتعامل مع المخاطب رأينا صيغة الاحترام يعني معك سيدي أو مع حضرتك مثلا أقول معك بصيغة الاحترام يعني هنا أتحدث مع شخص لا أعرفه جيدا أو شخص أكبر مني أو مديري في العمل مثلا صيغة المخاطب بين الأصدقاء مثلا شخص أعرفه جيدا أو شخص يعني من العائلة أو أصغر مني أقول مثلا جوليان هو اسم مذكر فرنسي ردد معي أي معك جوليان الآن لنحاول أن نركب هذه الجملة هي طويلة نوعا ما ولكنها بسيطة في نفس الوقت فأعطي نفسك فرصة وقف الفيديو وفكر على مهلك الإجابة آسف ولكن علي أن أتحدث معك سيدي آسف ولكن يجب علي أن أتحدث معك سيدي ديزولي مجدوى أتحدث معك سيدي هنا استعملنا مع حضرتك دورك الآن لكي تردد بصوت المرتفع ديزولي مجدوى أتحدث معك سيدي ممتاز هنا أنا أتحدث مع صديقي جوليان فلذلك سأستعمل صيغة المخاطب العادية وليست صيغة الاحترام لنتعرف على الجملة آسف ولكن علي أن أتحدث معك جوليان أو يا جوليان فكر قليلا ثم حاول أن تكتب إجابتك في تعليقات ديزولي مجدوى أتحدث معك جوليان ديزولي مجدوى أتحدث معك جوليان كيف أقول يجب أن أعرف أين كنا رأينا كلمة أين هي أو أو أين الآن حاول أن تركب هذه الجملة كيف أقول يجب علي أن أعرف أين استمع جيدا جدوى ساوار أو تذكرون كيف أقول أنا متعب؟ أحسنت جسوي فاتيغي جسوي فاتيغي كنا رأينا جسوي تعني أنا أكون جسوي جسوي فاتيغي حرفيا أنا أكون متعب الآن لنركب جملة أصعب أنا متعب جدا الآن أحسنت جسوي تري فاتيغي تري فاتيغي تعني متعب جدا دوروك الآن عزيزي المشاهد لكي تردد بساوة مرتفع ردد معي جسوي تري فاتيغي كلمة جديدة هي كلمة مشغول مشغول هي أوكوبي أوكوبي ردد معي أوكوبي بي كوبي أوكوبي كيف أقول أنا مشغول حرفيا أنا أكون مشغول جسوي أوكوبي هنا جسوي يعني أنا أكون جسوي وهنا كلمة أوكوبي سوف أنطق هذه الجملة كاملة لاحظوا معي جسوي زوكوبي جسوي زوكوبي لم أقل جسوي أوكوبي قلت جسوي زوكوبي لماذا؟ لاحظوا أن كلمة سوي تنتهي بس صامت لا أنطقه جسوي عندما كلمة سوي مثلا أو كلمة تنتهي بحرف اس صامت تليها كلمة أخرى تبدأ بحرف صوتي مثلا هنا لدينا الحرف الصوتي أو يجب علي أن أنطق ز في أول الكلمة أقول جسوي زوكوبي وليس أوكوبي جسوي زوكوبي ردد معي جسوي زوكوبي مرة أخرى كيف أقول أنا مشغول أحسنت جسوي زوكوبي الآن أنا مشغول جدا تذكرون كيف أقول جدا تخي كيف أقول أنا مشغول جدا جسوي تخي زوكوبي جسوي تخي زوكوبي كما ترون كلمة خي بها حرف أس في آخر الكلمة هو حرف صامت وهناك كلمة أوكوبي التي تليها تبدأ بحرف صوتي الذي هو أو ولذلك كان من اللازم أن تنطق زوكوبي وليس أوكوبي داروك الآن كيف أقول أنا مشغول جدا جسوي تخي زوكوبي جسوي تخي زوكوبي لنكون جملة أصعب أو أكثر تعقيدا كيف أقول آسف ولكن أنا مشغول جدا الآن ممكن توقف الفيديو وتفكر على مهلك في الإجابة دزولة دزولة فعل التكلام ما يتكلم هو بغلي لتذكير فقط أستطيع جو بغلي كيف أسأل أستطيع التكلم جو بغلي جو بغلي تذكرون عبارة هل اسك اسك جيد اسك العينها في الدروس السابقة هل أستطيع أن أتكلم اسك جو بغلي اسك جو بغلي ردد معي اسك جو بغلي كلمة من فضلك باللغة الفرنسية هي سيلفو بلي سيلفو بلي سيلفو بلي تعني حرفيا إذا كان ذلك يعجبك سيلفو بلي تعني من فضلك أو لو سمحت سيلفو بلي سيلفو بلي كيف أقول من فضلك سيلفو بلي ممتاز سيلفو بلي من فضلك يمكنني أن أتكلم أو أرجوك ممكن أتكلم دورك عزيزي المشاهد لك تردد بصوت مرتفع الآن لكي أقول لا أستطيع أقول بسرعة المحادثة العادية أقول هي نوعا ما ثقيلة على لسان بسرعة المحادثة العادية غالبا ما نقول جرب أنت أيضا كيف أقول لا أستطيع تذكرون كيف أقول أنا أكون الآن نفي هذه الجملة أنا لست أقول مثلا كيف أقول أنا لست متعبا أو مثلا أنا لست مشغولا je ne suis pas occupée ردد معي je ne suis pas occupée الآن كيف أقول أنا لست متعبا ولكنني مشغول je ne suis pas fatiguée mais je suis occupée je ne suis pas fatiguée mais je suis occupée ينبدأ بمراجعة للحروف الهيجائية الفرنسية الأحرف الصوتية في اللغة الفرنسية هي ردد معي في هذه المرحلة عزيزي المشاهد أذكرك أنه ليس من الواجب عليك أن تحفظ معاني الكلمات التي سنراها في هذه المرحلة وإنما فقط حاول معي أن تقرأ بصوت مرتفع وأن تستمع وتركز جيدا في طريقة نطق الكلمات اتفقنا ممتاز الكلمة الأولى التي معنا استمع جيدا جولي 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 تعني جميل جولي دورك في القراءة أحسنت هذه الكلمة تعني مؤدب ركز معي بو لي بولي ردد معي بولي أحسنت هذه الكلمة تعني هو يكون هل يمكنك أن تقرأ كل حرف على حدة؟ استمع جيدا هذه الكلمة تقرأ وهي تعني هو يكون حرف S و T في هذه الكلمة هما حرفان صامتان أي يكتبان ولا ينطقان ردد معي إي هذه الكلمة تعني هو حاول قراءتها عزيزي المشاهد إل إل تعني هو إل هذه الجملة تعني هو يكون هو يكون حاول قراءتها عزيزي المشاهد إل إي 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 بما أن كلمة A تبدأ بحرف صوتي الذي هو أ فيجب علي أن أقول إي 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 وليس إي 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 ردد معي إي إي الآن دورك عزيزي المشاهد حاول قراءة هذه الجملة قراءة صحيحة الآن استمع جيداً وردد معي إيل إي جو لي إي جولي تعني هو جميل ردد معي إي جولي والآن نكون قد وصلنا إلى آخر محطة معنا لدرس اليوم ومع سؤال التمييز كيف أقول؟ من فضلك هل يمكنني التحدث معك سيدي؟ كيف أقول؟ من فضلك هل يمكنني التحدث معك سيدي؟ لا تترددوا في الإجابة على سؤال تمييز وترك إجابتكم في التعليقات ولا تنسوا أيضاً الاشتراك بصفحتي على الإنستغرام learn english with asma كنت سعيدة جداً بلقائكم كان هذا هو درسنا لليوم شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد شكراً لكم على المتابعة